طيب بالنسبة للملاعب لأن الكل من النهاردة عامل يسأل على موضوع الملاعب خليكم متذكرين كده احنا الحمد لله قلنا من حوالي كده 14 يوم قلنا في خطابة بعض من الاتحاد الافريقي للأندية اللي اتأهلت لدور المجموعات بيقول لهم عندكم مهلة لغاية عشرين اتنشر تقولوا لي في الملاعب اللي هتلعب عليها وتختار لي ملعب واحد والملعب الاحتياطي رقم اتنين وتحطت معايير وشروط قبل ما تبعت أسماء الملاعب نفذوا الشروط دي لو الشروط دي والمعايير دي ما تنفذتش مش هتلعب على الملعب رقم واحد ولا الملعب الاحتياطي رقم اتنين وهيكون للكاف الحق ان هو ينقل مبارياتك في ملاعب محايدة انتهت المهلة عشرين اتنشر وكل الأندية باعتت طلباتها وجهزيتها لصدافة المباريات ولكن في أندية لغاية اللحظة دي الملاعب اللي أرسلتها أصلا لسه ما خدتش الموافقة عليها من الدور التمهيدي مش حتى من دور المجموعات وكانت أبرز هذه الفرق الهلال والمريخ من السودان النجم الساحلي التونسي وكمان بنتكلم على شباب بولزداد ووفاق ستيفي الجزائري وبرانس جرادا بطل أنجولا طيب ايه المعايير أساسا عشان نقول الملاعب دي أو الفرق دي مش هتلعب على ملعبها ليه وإذا ممكن تلعب على ملعبها هتلعبها ازاي طيب أولا في حوالي 16 شرط أو 16 بند الاتحاد الأفريقي وضعهم عشان إذا هذه المعايير تنطبق عليك هتلعب على ملعبك بشكل عادي جدا أول حاجة جودة الملاعب اللي هي أرضية الملعب العجب سواء طبيعي أو صناعي لو العجب طبيعي لازم يكون الحالة ممتازة جدا أرضية الملعب مستوية بشكل مميز وفي نفس الوقت كمان لو العجب صناعي لازم أرضية النجيل الصناعي تكون جديدة مستحدثة وإذا تم تجهزها في هذا الملعب لا يمر عليها أكتر من سنتين يعني أنت لو جاب أرضية عجب صناعي من الدرجة الأولى ولكن بقالها ثلاث سنين أو أربع سنين الملعب ده ما يفعش لازم تكون ممرش عليها أكتر من سنتين طيب دي جزئية الجزئية الثانية هي متعلقة بالأضواء الكشفة الملعب أو الملعب معظمها الاتحادة للإفريقيا عايز يتوجه أو عايز يحط توجه معين يلعب بالليل فقال لك الأضواء الكشفة اللي ممكن تسمح بإقامة المباراة ليلا حط لها درجة معينة وهي درجة طبعا يعني في إمكانية أن الدرجة الإضاءة تبقى عالية جدا وفي نفس الوقت الإضاءة بنفس المعيير أو بنفس المواصفات اللي الاتحاد الدولي فيه فحطها فيه تصفيات كاس العالم فقال لك الأضواء الكشفة بدرجة 1200 لكس على الأقل وبالتالي ده مش هينطبق على ملعب الهلال بقى لما يجي يلعب الهلال على ملعبه جزئية اللي ده هنا عنده مشكلة فيها هو حالان بيحاول يعدلها لكن لو ما درش يعدلها لغاية شهر يناير اللي جاي مش هيلعب على ملعبه طيب الجزئية الثالثة كمان بنتكلم على المقاعد مقاعد البودلاء بالنسبة لي الفرق والمسؤولين عدد المقاعد لازم يكون محدد ب16 مقاعد على أقل ولازم يكون فيه مقاعدين بديلين للفرق وتكون في نفس الوقت مغطاة بالنسبة لي مقاعد البودلاء في أرضية الملعب مطلوب كمان في كل ملعب أربع غرف خلع ملابس مش غرفتين بس أربع غرف خلع ملابس طبعا متحدد بقى الغرفة العارضة والطول قدية دي تفاصيل طبعا يعني ايه مش هذكرها دلوقتي الملعب كمان لازم يكون فيه لوحات تبديل إلكترونية الحكام يقدروا يستعينوا بيها يعني كلنا عارفين الحكم ما بيجي ينزل الملعب وبيعمل تغيير بيرفع اللوحة الإلكترونية اللوحة دي مش جاية مع الحكم اللوحة دي ملك الملعب لو الملعب ما عندوش اللوحة الإلكترونية الملعب دا ما يتلعبش عليه شوفوا تتخيلوا لو البندي دا بس مش موجود في الملعب الملعب دا ما يتلعبش عليه طيب مقاعد الجماهير كمان لازم تكون المقاعد عبارة عن كراسي مش مقاعد بالمصاطب اللي احنا عارفينها بالتقليدية بتاعت زمان لازم تكون كراسي والمقاعد فردية يعني الكرسي ما يعودش عليه إلا فرد واحد فقط لو عملت الكراسي بنظام المزدوج أو الاتنين ما ينفعش الملعب لا يصلح هي تفاصيل صغيرة ولكن الكاف يبدو ان هو عايز يبدأ بقى يطبق معايير دور السوبر خلال الفترة الجاية فبيشوف مين الاندالة هتكون جاهزة للتحضير الجزئية دي كل الامور دي كلها هي في النهاية الهدف منها ان احنا نشوف مباريات وملاعب الأعلى مستوى ووصله كمان لمرحلة ان الفندق الإقامة اللي بجوار الملعب لو أقل من أربع نجوم الفندق دا ما يصادفش أو الفريق دا ما يروحش يلعب في هذا الملعب ولا يكون موجود في الفندق أو المدينة اللي فيها الملعب يعني حتى فندق الإقامة لازم يكون يا أربع نجوم يا خمس نجوم فبالتالي هنشوف الفترة الجاية بقى موقف الهلال والمريخ وده عنوضحها بالتأكيد دا بعد الفصل لما يكون معنا بقى تفاصيل أكتر وعنشرأ إيه لا يحصل بالنسبة للصدافة الهلال والمريخ مبارياته مع النادي الأهلي اللي لسه فيه يعني فرصة أخيرة خلال شهر يناير القطب طيب دا الجزء المتعلق بجاهزية الملعب والاشتراطات الخاصة بالاتحاد الإفريقي وجدول المباريات والمجموعات ومجموعة الأهلي مع سانداونز والمريخ والهلال ترجمة نانسي قنقر